اشتركوا في القناة 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 is about autism اشتركوا في القناة 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 تشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ونا نحن 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 طفر كان يمنح أن نحن نحن طفر أشعر أن يكون جداً ابدا جداً ترجمة نانسي قنقر It's always heartbreaking. ترجمة نانسي قنقر When Jody was on the swings and crying, the other moms were sort of looking and wondering why this... ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 والتفاعل مع الاسرة او مع المدرب او المعلم ايضا برنامج لوفاس بيعمل على استخدام المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل وده بيتم من خلال انشطة ومن خلال مجموعة العاب ومن خلال تطبيقات جدعها المدرب للطفل وبيحطها حسب قدراته يعني بيشوفوا الطفل مثلا عنده ضعفه في التركيز عنده ضعفه في الانتباه عنده ضعفه في المتابعة البصرية بيبدأ ينوع برنامج المهم ان الطفل يجلس او يعد مدة الجلسة ساعة او ساعة ونص بيكون فيه بريك وبعد كده بيرجع يكمل طبعا هنشوف بعد كده النطاق هذه الطريقة من برنامج تعديل السلوك المشهور اللي هو اسمه ABA ترتكز على مفاهيم قديمة وضعها عالم اسمه اسكانر في كتاب Verbal Behavior عام 1957 وفهم هذه الطريقة هو اعتبار اللغة جزء من السلوك وعدم اقصاؤه في طريقة التعليم يعني انا لما بتعامل مع الطفل او بدرب الطفل بطريقة لغة مش بس بخليه ان هو يقوم باداء انشطة او تركيب العاد كده في صمت لا انا كمان لازم باستخدم اللغة علشان اعمل على تنمية اللغة عند الطفل واعمل على تنمية التركيز وتنمية مهارات التواصل من خلال اللغة يعني مثلا بنركب مثلا اشكال هندسية بفضل اقول له مثلا مثلا مسلس مثلا لون احمر بعدين مربع لون احمر وهكذا يعني حسب النشاط او حسب اللي هابة اللي انا بستخدمها مع طفل تبدأ استخدم اللغة اثناء تقديد النشاط ايضا الطريقة التقليدية التي يتبعها مدربي التقاطب مع اطفال التوخد تعتمد بشكل كبير على تنمية اشياء تورد على الطفل في سور وبعد ان تصبح الحصيلة اللغوية جيدة عند الطفل يبدأ مدرب بتدخيل اصطفاة ثم الافعال وهكذا فهي بتكون جلسة متنوعة يعني هي جلسة متنوعة مقصود بها تعديل سلوك الطفل المقصود دي هتعليمه في نفس الوقت واكتاب ومهارات اللغة ومهارات التواصل بس هنا الافعال يعني بيفرد وقت معين وبيفرد مدة زمنية محددة لتطبيق الجلسة دي وهنسوك انه بعد كده عمل تطبيق الطريقة دي على اكتر من اربعين طفل من اطفال التوحد بس اللي نجح منهم واستجاب للالا اثناشر طفل من اربعين فبالتالي يعني فيه حسن انتقدت الطريقة او انتقدت البرنامج وفيه ناس واما تعترف بيه لكن فيه بلاد كتيرة وفيه ملاكس كتيرة بتطبقه وفيه ناس كتيرة شايفة انه برنامج ايجابي وفعال طبعا برنامج لوفاس لا يدعو الى الشفاء التام من التوحد او لا يدعو الى تمام المعافاة او تمام التواصل والكلام لا يدعو بيحصل من سلوك الطفل او بيحصل من وضع الطفل وبيخلي الطفل يتواصل مع الاسرة يستجيب للأوامر والتعليمات زي ما شفنا موضع الفيديو الاول ان الاطفال اللي كانوا الاهنش لناهم ده تقرروا مشاكل سلوكية كبيرة وبعوف شديد في الشارع وفي البيت شفنا ازاي الاطفال دولة بعد ما اتطبق معهم البرنامج اصباحوا اكثر تفاعل واكثر استجابة للأم وللمداربين في نفس الوقت هنقول هنا مع بعض كيفية اجراء الجلسات التعلانية ببرنامج لوفاس لوفاس طبعا هو الوضع المدة الزمنية دي هو اللي حددت وقت الجلسة وقال انه يعني لم تحدث استجابة او لن يكون هناك نتيجة اذا لم يعني اذا قل الوقت او اذا لم تطبق كما وضعها تروح مدة الجلسة عند لوفاس من 60 الى 90 دقيقة للأطفال المبتدئين وكمان اشارت ان الاطفال اعمارهم لا تزيد عن 4 سنوات او 5 سنوات لكن في العديد من المراكز او مدارس بتقوم بتطبيب البرنامج على اطفال اه في اعمارها تروح من 4 سنوات الى 9 سنوات اه زي ما قلنا ان لوفاس بيقول تتروح مدة الجلسة الواحدة ما بين 60 الى 90 دقيقة للأطفال المبتدئين وقلنا ايضا ان هو يعني اختار افاقة معينة من الاطفال ان ما يقلش نزل نزل الدكاء عندهم عن 50% او 60% ايضا يعني منع تطبيق البرنامج على اطفال اعمارها ازل من 4 سنوات ويمكن دي اه من المشكلات او من الاسباب اللي خلت ناس كتير تنطقت برنامج لوفاس بس انا حبيت اقفر نهاردة في محاضرة النهاردة علشان هو من ضمن البرامج المعتمدة ومن ضمن البرامج المدرجة في علاج وستطبيب اطفال 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 ايضا قرر لوفاس انه يجب ان يأخذ الطفل استراحة لمدة دقيقة او دقيقتين بعد كل 15 دقيقة او 10 دقائق من التدريب وحين انتهاء الجنسة نهائي يعني بعد مرور 60 دقيقة او 90 دقيقة اتمتع طفل باستراحة او لعد لمدة تراوخ ما بين 10 الى 15 دقيقة ثم يعود مرة اخرى لجنسة اخرى سكون مدتها 60 او 90 دقيقة وفاكذا الى ان يلتهي عدد الساعات المحددة للطالب يوميا فقطت طول مدة الجنسة الى 4 ساعات تتخلالها فترات راحة طبعا هو نظام شق جدا ونظام وطعب جدا بس فعلا فيه اطفال كتيرة استجابت زي ما شفنا الفيديو هنشوف كمان مقاطع فيديوهات كتيرة دلوقتي طبعا هنا بيحاول يشرح لنا مثلا طريقة بداية الجنسة او طريقة ادارة الجنسة مع الطفل بيقول يبدأ المعلم الجنسة بدغدغة الطفل او عمل اخر يعتبره الطفل ممتعن بالنسبة له طبعا زي ما قلنا في البداية لان بشوف الطفل وببدأ اعمله التقييم بحاول اعرف مثلا من الام ايه الاشياء اللي بتجب انتباه الطفل او ايه الاشياء اللي الطفل بيحبها علشان احدد الوسائل والطرق اللي هستخدمها مع الطفل فيه طفل مثلا بيحب الدغدغة فيه طفل بيحب ان انا اشيله او احمله مثلا والفي بي او ادور بي في الغرفة فيه طفل بيحب مثلا لابد ان انا انزله مثلا وارفعه انزله وارفعه وهو جالس على الكرسي فيه حركات كتيرة انا بحاول استخدمها زي ما قلنا لازم الاخصائي او المدارب يتميز بروح المرح والفكاه مع الطفل ما يكونش صارم ولا يكونش جيد في البداية لازم اخلق جوه من المطعة للطفل اثناء التدريب واثناء الجلسة ولازم اكتب ثقة الطفل وخبه اولا علشان اتأكد ان انا باذن الله هكون نجح مع الطفل بيقول هنا يبدأ المعلم الجلسة بالدغدغة او اي عمل اخر يعتبره الطفل ممتع ثم يتبع ما سلف تعليم هدف معين من خلال المحاولات المنفصلة وعلى سبيل المثال لو كان مثلا الهدف المراد تعليمه هو ان يرفع الطفل يده فيقول له المعلم ارفع يدك ده طبعا هو المصير وينتظر استجابة فاذا اعطى الطفل استجابة صحيحة بمعنى انه اذا قام براف يديه يقوم المعلم باعطاءه شيء محبب اليه دي اللي هي المعززات يعني انه مثلا يديه حلوة او عطير او لعبة تانية بيحبها تتكرر هذه العملية ما بين خمس الى تسع مرات لنفس الهدف ويقدر الذكر ان المعلم بيستخد النفس المصير في كل مرة فاذا استخدم عبارة ارفع يديك فهيستخدم في كل محاولة وكل يوم الى ان يتمكن الطفل من الاستجابة الصحيحة بنسبة 80 الى 90% بمعنى ايه طفل التوحد لما بيتعود على جملة معينة او كلمة معينة طبعا بعض منهم مش كل الاطفال لو غيرت له الجملة او غيرت الصياغة او المفهو الطفل ممكن ما يفهمش يعني مثلا لو قلت له ارفع ايدك او ارفع يدك وجيت مثلا ثاني مرة قلت له خلي ايه دا تفوق ممكن الطفل يعني مش هيقدر يعرف ان الكلمتين بتقصد نفس المعنى فلازم ان انا هقرر نفس الجملة او نفس الكلمة بنفس العبارة يوميا علشان احصل على استجابة من الطفل طبعا بيسجل المعلم جميع الاتجابات على وقت التسجيل اللي هي بتكون خاصة كل جلسة زي ما هم عارفين ان لازم كل جلسة يكون مسجلة دفتر خاص بالطفل او دفتر خاص بالمعلم بيقرر المعلم الهدف ذاته الا اذا كانت نسبة استجابة الطفل الصحيحة في العرض تتراوح بين 80 الى 90 بالمئة وفي نسبة هذه الحالات يقوم المعلم بعرض هدف تربوي اخر بعدان هنا يلعب المعلم مع الطفل يومد تتراوح بين دقيقة او دقيقتين ثم يعرض هدف تعليمي اخر قد يكون جديد او قد يكون تكمل الهدف عرضه في ايام سابقة يتراوح عدد الاهداف التي تعطي للطفل خلال الساعة الواحدة ما بين 5 الى 7 اهداف وقد يعطى الطفل الهدف ذاته عدة مرات خلال الساعة 5 او 7 مرات او انه قد يعطى اهداف مختلفة في الساعة وهذا يعتمد على الخطة التربوية اللي تم وضعها للطفل طبعا زي ما احنا عسلين حاجات دي تختلف من طفل الى اخر وبتختلف حسب الاهداف اللي بيضعها الاحصائي او المدرد وبتختلف حسب استجابة التصف يقوم المعلم ايضا بتدريب الطفل على تعميم المهارات التي تعلمها في الجلسات التعليمية ويعطي الطفل فرطة لاستخدامها في الحياة اليومية خارج نطاق الجلسة التعليمية طبعا السلام ده هنا بمعنى ايه؟ مثلا انا علمت في الطفل مهارة السلام ان انا مثلا اول ما بشوف الطفل بسلم عليه بخليه يرفع يده اليمين ويسلم ويعظر في عيني او يكون فيه كونتاكت او تواصل بها فريق بينه وبينه اثناء السلام للاسعف ان فيه طفل او فيه ابفال اذا لم تطبق هذه المهارات لاستخدامها في الحياة اليومية الطفل ما بيستجيب غير مع المعلم او المدرب او الام فقط لا غير لكن انا لازم لما اكسب الطفل اي مهارة او الطفل يستجيب لاي هدف اخليه طبق الهدف ده خارج نطاق الجلسة التعليمية يعني يطبقه مع الاسرة الطفل استجيب ان هو مثلا مادي ايده وسلم علي وبص جوه عيني اخليه يطبق نفس الهدف مع الام او الاب او الاخوات او اي حد تاني موجود مثلا في المركز يعني انا مثلا لما بعملها مع طفل ولاي الطفل استجيب وبدأ يرفع ايده ويسلم بخليه يطبقها بذخرج مثلا اخليه سلم على المعلمات احد المعلمات الموجودة او احد الاطفال مثلا الاكبر سنة المهم ان الطفل يعرف ان الهدف ده مش بس بيطبقه مع المعلم لا ده حاجة بيتعلمها عشان يستخدمها في الحياة اليومية يقوم ايضا المعلم بمراجعة المعارات التي تعلمها الطفل من خلال عرضها عليه من وقت الى اخر ليقيف ماذا تقدم الطفل طبعا هنشوف مع بعض هنا وقاطع فيديوهات لطريقة التدريب نظام لوفا هتمنى ان شاء الله تعجبكم واتمنى يكون الكل منتابع معنا اه طيب في حد الفيديو واضح قدامه انا هحاول ابدأ من البداية طيب بياريت كلنا نعمل نعمل ايه فرش طيب للصفحة طيب الصورة واضحة يعني في صورة وما فيش فيديو صورة الفيديو واضحة طفل صغير مع المعلمة طيب الفيديو والصوت واضح للجميع طيب استاذ سيد الصوت راح اه حضرتك كاريت تشوف الصوت راح صوت الفيديو مش شغال طيب كلكم سمعين الفيديو ايه انا عن نفسي مستمع صوت الفيديو مش شغال اه استاذ سيد الصوت عندي مش شغال الصوت الفيديو مش شغال عندي طبعا هنا زي ما شفنا كلنا اه الجلسة هنا بتطبق نظام نفس اللي هو تنمية مهارات الطفل والهدف اه هو تعديل السلوك واساب الطفل مهارات اللي هو هو التواصل اه طبعا بتستخدم الادوات والالعاب حسب عمر الطفل وحسب استجابته يعني لو طفل مثلا عمره اه سنة ونص او قناتين اه ممكن استخدم معاه المسيرات البصرية او المسيرات السماية استخدم معاه استخدم معاه العاب تتحرك واستخدم معاه ايضا حاجات بسيطة حاجات تصدر اصوات او حاجات تجذب انتباع الطفل فترات طويلة طبعا فيه اطفال بتكون عنيدة جدا مش بتستجيب بسهولة لازم اه كاخصائي او كمركز مثلا اكون اه معايا مجموعة مختلفة متنوعة من الادوات ومش بظهر الادوات دي كلها في وقت واحد او مش بظهر الالعاب دي كلها في وقت واحد بستخدم جزء جزء لغاية ما بشوف اكتر حاجة بتصير انتباه الطفل واكتر حاجة بتخلي الطفل مركز معايا بشتغل عليها فترة طويلة دي بدا لغاية الطفل ما بيميل يعني فيه اطفال بتزهق بسرعة وفيه اطفال لا تستجيب لاي لعبة طبعا الطفل اللي مش بيستجيب لاي لعبة او اي نشاط ده محتاج ان انا العب معاه العطار دي يعني انا مثلا اقوم بنغضغط الطفل او ان انا احتضن الطفل فترات كبيرة او فترات طويلة طيب اطفال صارح حضرتك ما احنا بنشرح لوفز بالوقت احنا بنتكلم عن برنامج لوفز فطبعا اا لازم الاول اوطد علاقتي مع الطفل واقوي عنده مهارات التركيز والانتباه علشان يقدر يستجيد معايا طول الجلفة اا فزي ما احنا شايفين هنا الاخلقية او المدربة بتستخدم ااا وسائل متنوعة والطفل كمان عنده تشطط في الانتباه فهي هنا بتحاول تجذبه باي طريقة او باي العاب علشان خاطر الطفل يستجيب معاها ويقدر يعمل على ااا تأدية النشاط بشكل جيد فيما بعد اا طيب استاذ صارح حضرتك انا مسؤولها في القرص عن الجزء العملي اا المستويات التلاتة والشرح التفصيل ان شاء الله هناخدوه مع استاذة اميرة باذن الله الاسبوع اللي جاي انا بحاول اختصر علشان اشرح مقاطع فيديو اكتر بناء على طلب ااا اغلب الطالبة والطالبات هنكمل مع بعض مقاطع تانية طبعا هنا برضو الجلسة بتدار بطريقة لوفة زي ما احنا شفنا في الديد مقطع الفيديو ان المعلمة او المدربة بتحاول تلعب مع الطفل العاب فردية علشان تقوي السلبية او تخلي الطفل ينجذب ليها ويهتم بيها وبالتالي يعود ويقدر نشاط غالبا هنا في المقطع هي قاعدة مع الام وتشرح لها طريقة الجلسة او طريقة ادارة الجلسة علشان لازم الام تعمل نفس الكلام في البيت هنا بتعرفوا على مجموعة مساهين من خلال السور طيب يا جماعة ياريت كلنا نعمل ريفرش ان الفيديو عندي شغال كويس جدا انا عملت ريفرش للصفحة فياريت كلنا لو فاتحين اي حاجة نقفلها فنخلي بس صفحة الموقع او صفحة المخاضرة بس لشغالك وكلنا نعمل ريفرش للصفحة علشان تبقى كل حاجة شغالة تمام انا وقفت الفيديو دلوقت لغاية ما كلنا نعمل ريفرش تاني بسرعة طيب حضرتك انا انا فهل انا موقفة الفيديو حاليا لغاية ما كلنا نعمل ريفرش ونشتغل تاني من اول وجديد اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا ترجمة نانسي قنقر 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 اليسار عند الولد افضل من اليمين فبالتالي طبعا بنكمل علاج وزي ما قلنا ان الطفل مش بياخد بس جنفة وحدة الطفل محتاج علاجات متعددة في حاجات اساسية ما اقدرش ان انا مثلا اخدها كاقتراح او كخيار في علاج الطفل يعني فيه طفل مجرد ما بشوفه بقرر ان الطفل ده محتاج علاج وظيفي محتاج تنمية مغاراض اليد ده طبعا ما فيهوش خيار لكن انا مثلا اختارها هدرب الطفل مثلا بطريقة لوفس او بطريقة تيتش او بطريقة ده ممكن الاخصائي او الطبيب اللي بيحدده لكن فيه حاجات الطفل اكيد اكيد بيحتاجها فلازم اخد بالي من النقط دي ان انا للأسف يعني فوجئت باطفال كتيرة بالذات من اطفال التوحد الطفل بتكلم كويس جدا وبيعبر كويس وبدأ يدرس كمان منهج اكاديمي لكن للأسف المهارات الوظيفية عند الطفل او استخدامات اليد عند الطفل مازالت ضعيفة جدا جدا فبالتالي لازم اخد بالي كويس من كل نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطفل لو حسيت ان انا محتارة اي حاجة باخد رأي طبيب او برسل طبيب او طبيبة طبعا عشان يعملي ريبورد او تقرير عن الطفل او باخد رأي منهم اكبر مني او اكثر مني خبرة طبعا زي ما قلنا لان المجال كبير جدا وان احنا مازالنا بنتعلم وانا عن نفسي بحس ان في حاجات كتيرة جدا اللي لسه بتعلمها ولسه بشوفها وبعمل عندها بحث وكده فمهمتنا ان احنا كلنا نجتهد في البحث ونجتهد ان احنا نوصل لأحسن حاجة او افضل حاجة تفيد الطفل سنكمل مع بعض الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا لازم الام تستغلي كل لحظة مع الطفل للتدريب حتى لحظة الوجبة او لحظة الطعام شوف هنا بتحاول تمسكه المسكة الصحيحة طبعا لو الطفل مش قادر يأدي المغارب نفسه لازم بمسك ايده وبساعده طبعا هنا برافو هو اخد القطع دي لوحده فلازم كل لحظة بقضيها مع الطفل سواء في البيت او في المركز بستغلها لإفادة الطفل او لتعليم الطفل حتى لو نشاط مثلا نشاط الوجبات او نشاط الطعام لازم يكون نشاط تعليمي مغادف كمان ان الطفل يتعلم من خلاله سلوكيات صحيحة ويتعلم من خلاله تنمية مهارات تساعده في الاعتماد على الذات وطبعا الاعتماد على الذات هو اولى اهداف تأهيل وتدريب اطفال احتياجات الخاصة طيب هنشوف مع بعض مقطع تاني طاق الصاق علاج توفض بيعالج الاطفال بطريقة لوفر هنشي شوية المقدمة طبعا هو هيعرض لنا جلسة وهو بيقضيها مع الطفل عايزين نركز كويس جدا في الجلسة دي عشان مهمة جدا هنا بيستخدم تثمية الاشياء او تثمية الادوات هنا التقليد طبعا مع الورقة اللي بيسجل فيها كل جلسة طبعا برضو واضح ان الطفل ده شاطر جدا ومدرب من زمان يعني مش عايزين كلنا مثلا نعتقد ان الطفل لسه حديث التدريب لا واضح ان الطفل ده تم السيطرة عليه وتم اتقان اغلب المهارات اشتركوا في القناة 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 طبعا هنا بيطلب منه انه هو يدي له صورة معينة بعدين بيطلب منه الامريكاني touch the focus يعني المس صورة الفوكس وبعدين بعد ما بيخلص النشاط بيطلب منه مثلا انه هو يلمس شعره او انه هو يسقف على ايد المعلم يعني طبعا هي دي الطريقة اللي هو بيوصف الاهداف ان الطفل يستجيب لأكثر من امر في وقت واحد علشان دي يساعده بعد كده في حياته العادية انه هو يتفاعل بس اهم حاجة انه يطبق الحاجات دي في الحياة العادية في البيت ان الاسف فيه طفل تلاقيه شاطر جدا في الجلسة ومستجيب للأوامر وبيسمي كل حاجة وعارف كل حاجة لكن تلاقيه في الاسرة صامت تماما مش بيتكلم او يتواصل مع اي حد فمهم جدا ان انا لو نجحت في تحقيق اهدافي مع الطفل في الجلسة ان انا اطبق نفس الاهداف مع الاسرة او مع البيئة المحيطة بالطفل عشان اتأكد ان انا نجحت فعلا بشكل جيد فيه تحسن وضع الطفل فيه تطور التواصل واللغة عند الطفل وتعديل السلوك ايضا واضح ان دي اللعبة للطفل بيحبها علشان كده المعارض بيستطدمها كمعزد بيحد لعبة المغناطين فطبعا هو بيخليها جبه لما الطفل بيحقق الاهداف بشكل جيد يديلو اللعبة يلعب بيها شوية وياخدها منه تاني اشتركوا في القناة طبعا هو بيعيد التسجيل تاني احنا كده النهاردة استاذ ايمان الفيديوهات دي كلها انا هتطبعها في ملف ان شاء الله هارفعه حالا بعد انتهاء المحاضرة هارفعه على الجروب التربية الخاصة التابعة للأكاديمية وهارفع ايضا ملف الخاص بالانشطة اللي بيتم تطبقها مع برنامج لوفا لتدريب اطفال التوحد هنلاقي مجموعة انشطة كتير مهضع عبدة ان شاء الله يعني احنا كده نسهينا ان الجزء العام يخص في برنامج لوفا انا شرحت باختصار وشوفنا مجموعة فيديوهات ان شاء الله هناخد باستفادة مع استاذة اميرة ندعو لها بالشفاء العاجل وانا دلوقتي هستقبل اي اسئلة او استثارات منكم هنا ملف الورد انا حطتلكم عليه مقاطع الفيديو كلها اهي طبعا هي واضحة قدام الكل اه استاذة ايناس لو الطفل عايز النشاط المخبض فقط طول الجلسة ويرفض اي شيء اخر معلش اه هستخدمه معاه فترة طويلة وبعدين هحاول بالتدريج انا زي ما قلت اهم حاجة عشان الطفل يستدريب معي اوضط علاقتي مع الطفل العب معي العب معي العب ترفيهي اشيل الطفل والس بي اقوم بدغدغط الطفل اه اقوم مساعم بتحريك ايدو او قدمي اه بالانسجام مع حركة الجسد يعني لازم ان انا اعمل حاجات كتيرة جدا مع الطفل عشان يستجيل معي اه الطفل لما يرتبط ضي هيستجيل ان شاء الله ويكون موطيع في اداء الانشطة الثانية اللي انا عمليها له في الخطة بتاعتي اه استاذة يسرع معلش يعني ايه التقييم امام الطفل لاي وشتته ازاي معلش هييت حضرك توضحي السؤال بسيغة افضل امام هنفع ملفات الورد ان شاء الله على المنتدس بعد نهاية المحاضرة باذن الله اه لا والله يعني ممكن لو الطفل مثلا بيفصل بسرعة انا احيانا اطفال بتكون لسه جيدة وبتتشتت بسرعة او بتفصل مني تخلي التدوين في نهاية الجلسة لكن لو الطفل بدأ يركز وتركيزه افضل وقعد بيتابع النشاط قوي في الطفل اللي كان مع المدرب الاخير دا دلوقتي في الفيديو الاخير يعني الطفل نوعا ما هادي شوية او راكش شوية علشان كده هو كل حاجة بيعملها بيدونها اول بول لكن لو لو نرجع الوراء مثلا مقطع الفيديو اللي كان مع طفل عمره تقريبا سنة ونص او سنتين هنا المعلمة او مدربة مش مسك اي وراء او مش قادرة تدون اي حاجة كل اهتمامها ان هي تجذب انتباه الطفل وان هي تحصل على اطول مدة تركيز ممكنة علشان الطفل يتواصل معها بشكل جيد ويستجيب معها كما بعد فطبعا تدوين الملاحظات دي حسب حالة الطفل اللي قدامي ان فيه طفل اساسا بيربت المعلم او المدرب لغاية ما بيقدر يسيطر عليه وده مش قبل اسبوع او اسبوعين او شهر بالكتير جدا واحيانا بنتطر الى تدخل طبي او تدخل دوائي بالذات عند اطفال اللي بيبقى عندهم فارط حركة او تشتت انتباه لما بخشل او بعجز عن ان الطفل اتواصل معاه او الطفل يستجيب بضطر ان انا بطلب مثلا من الام اطرد الطفل على طبيب اطفال او طبيب موخو اعصاب او يدي له دواء بيهدئ شوية من نشاطه وبيتعادوا على التركيز فيه اي اسئلة تانية تمام انا هرفع ملس الورد الملس فيه كل حاجة وفيه الروابط الخاصة بمقاطع الفيديو في نهاية الملس وملس الانشطة منفصل لوحده تماما ان شاء الله ان شاء الله خلال يعني ربع صعب الكتير هتكون الملفات موجودة على المنتدى فيه اي اسئلة واستثارات تانية